موسيقى نرحب بكم أعزائنا المشاهدين عبر فضاية نورسات وتلفزيون تيللوميار والبداية مع العنوين البابا فرنسي سيستقبل أعضاء الحركة الدولية للطلاب الكاثوليك ويذكرهم بالسينودوس جلالة الملك يؤكد في اتصال مع ميقات وقوف الأردن المطلق مع لبنان وفض أردني وفلسطيني يشارك بمؤتمر الشرق الأوسط للتعليم المسيحي في مصر وفيها أيضا مفاهيم ومعاني عيد رفع الصليب الكريم المحي في حلقة جديدة من برنامج صباحكم نور من العنوين إلى التفاصيل استقبل قداسة البابا فرنسيس في القصر الرسولي بالفاتيكان أعضاء الحركة الدولية للطلاب الكاثوليك وبعد الترحيب بهم صلت قداسته الضوء على المسيرة السنودسية للكنيسة وأهمية الاحتفال بالسنة المقدسة 2025 مشيرا إلى أنها مناسبة مميزة للتجدد الشخصي والغنى الروحي في اتحاد مع الكنيسة كلها وأضاف إنه يقدر التزامهم من أجل تعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية البشرية المتكاملة وشجع الأبو الأقدس الشباب على أن يكونوا رواد ثورة المحبة والخدمة من خلال العمل لبناء عالم أكثر رحمة وتناغما وأخوة كما حثهم على الامتباه لصوت الروح القدس لأننا مدعوون دائما إلى اتحاد أكثر عمقا مع الرب يسوع أكد جلالة الملك عبد الله الثاني وقوف الأردن مع لبنان وأمنه وسيادته وسلامة مواطنيه في مواجهة الحرب الإسرائيلية عليه وحذر جلالته خلال اتصال هاتفي مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي من خطورة التصعيد الإسرائيلي مؤكدا ضرورة تكاتف الجهود الدولية لوقفه قبل جر المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة وأكد جلالة الملك أن وقف التصعيد في الإقليم يبدأ بالوقوف الفوري للحرب على غزة ودع جلالته المجتمع الدولي للوقوف إلى جنب لبنان في هذه الأوقات العصيبة لحماية المدنيين الأبرياء والتحرك بشكل فوري وجاد لإنهاء كل أشكال التصعيد بالمنطقة وكان جلالة الملك عبدالله الثاني قد وجه الحكومة إلى تقديم أي مساعدة طبية يحتاجها القطاع الطبي اللبناني لمعالجة الآلاف من المواطنين اللبنانيين الذين أصيبوا في العدوان الإسرائيلي المستمر على الدولة الشقيقة ترأس الكردنال بير باتيستا بيتسابالا بطرييركو القدس للاتين قداسا احتفاليا في كنيسة يسوع الشاب في الناصرة وذلك بمناسبة اختتام اليوبيل المئوي على تجشين الكنيسة شارك في القداس عدد من الأساقفة والجهنة والرهبات وأعضاء المجلس الرعوي الساليزي وجمع من المؤمنين وخلال تأمله بالنص الإنجلي قال غبطته لكي نعرف يسوع حقا يجب علينا أن نتخلى عن طريقة تفكيرنا ونتبع يسوع بتواضع وهكذا نكتسب القوة عندما نعيش وفق فكر المسيح الذي لا يتماشى مع تفكير العالم وفي ختام القداس ألقى الأب مونير الرعي كلمة أعرب فيها عن شكره لمن ساهم في بناء الكنيسة طالبا من الله أن يوفق الجميع لمواصلة الاهتمام بشباب الأرض المقدسة بتوجيه من لبطة البطريارك وصف العبسي بطريارك الروم الملكيين الكاثوليك والسينودوس الدائم وقعت في دار مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك بعمان اتفاقية تأجير مبنى المطرانية القديمة على الدوار الأول في جبل عمان لكاريتاس الأردن وجاء قرار السينودوس بعد معاينة للمبنى قام بها غبطته السادة المطارنة خلال زيارة القانونية التي انتهت في السادس من أيلول الجاري وبموجب هذه الاتفاقية ستقوم كاريتاس الأردن بتنفيذ أعمال الترميم وصيانة اللازمين للمبنى وتأتي الاتفاقية التي وقعها المدبر البطرياركي للأبرشية الأرشمندريت بوليس نزهة ومدير عام كاريتاس الأردن وائل سليمان استمرارا للتعاون بين المطرانية وكاريتاس الأردن ضمن رؤى تعزيز الشراكة في برامج الكنيسة ورسالتها في الخدمة المجتمعية ترأس سيادة المطران خريستوفورس مطران الأردن للروم الأرثدوكس خدمة غروب وقداس عيد ميلاد والدة الإله الدائمة البتولية مريم وذلك في كنيسة ميلاد سيدة العذراء بجبل التاج وخلال الخدمة أقيم زياح احتفالي لأيقونة ميلاد والدة الإله داخل الكنيسة ثم صلاة الخمس خبزاته وفي نهاية القداس هنأ سيادته رعية الكنيسة وكرم مجموعة من أبناء الرعية الذين أنهوا دراستهم الجامعية وامتحان الثانوية العامة متمنيا لهم النجاح والتوفيق في المرحلة الجديدة القادمة كما أكدا على ضرورة الصبر في ظل الظروف الصعبة شاكرين الله على نعمه وعطيه وبهذه المناسبة رقى المطران خريستوفورس قدس الأب المتوحد إفثيميوس إلى رتبة أرشا مندريت بحضور سيادة المطران قيص صادق وجموع أبناء الرعية تصادف اليوم الاثنين المقبل الذكرى الأولى لترقية بطرييرك القدسي للاتين بير باتيستا بيتسابالا إلى المرتبة الكاردنالية على يد قداسة البابا فرانسيس وقد جرى ذلك في احتفال ديني حاشد أقيم في ساحة القديس بطرس في حاضرة الفاتيكان بحضور عدد كبير من الشخصيات الدينية والرسمية وجموع غفيرة من المؤمنين من شتى أنحاء العالم تفاصيل أوفا حول هذه المناسبة في سياق التقرير التالي وسط جمع من الكرادلة والبطاركة والأساقفة ورجال دينا من مختلف كنائس العالم رقى قداسة البابا فرانسيس عددا من إكليروس الكنيسة الكاثوليكية إلى الرتبة الكاردنالية ومن بينهم غبطة البطرييرك بير باتيستا بيتسابالا الذي أصبح الثاني بطرييرك أورا شالمي أخذ هذا المنصب في تاريخ تأسيس البطرييركية اللاتينية في القدس من بعد البطرييرك فيليب كاماسي جرت مراسم التنصيب في احتفال حاشد أقيم في ساحة القديس بطرس في حاضرة الفاتيكان وسطاه تافاتي آلاف المؤمنين الذين لوح بعضهم بأعلام بلادهم وقد شارك في الاحتفال أمين عامي وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية السفير ماجد القطارنة وعدد من أعضاء مجلس النواب المسيحيين والوفد الكنسي المرافقي للبطرييرك بات سبالا من الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين وقالت وزارة الخارجية أن دعوة الأردني إلى هذا الاحتفال تأكيد على أهمية الوصاة الهاشمية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس ودورها في الحفاظ على الوضع التاريخي والقانون القائم في المدينة المقدسة وفي المناسبة ألقى الأبو الأقدس عدة قال فيها إن يوم العنصرة مثل معمودية كل واحد منا هو عمل خلاق يجدده الله باستمرار وكل معمد يعيش من خلال عمل الروح القدس فأنتم أيها الكرادلة الجدد قد أتيتم من أنحاء مختلفة من العالم وكل واحد منكم عليه أن يصغي أكثر من أي شخص آخر ليساعد كل الناس ولننطلق معا متشوقين لأن نلتقي بيسوع ونسجد له ونبشر به لكي يؤمن العالم وفي ذات السياق ترأس الكاردنال بتسبالة في بازيليك مريم الكبرى الحبرية بروما القداسة الإلهية الأول من بعد تعيينه كاردنالا بحضور لفيف من الأسقفة والكهنة والرهبان والرهبات وشخصيات رسمية من الأردن وفلسطين وإيطاليا وممثلين عن مؤسسات كنسية وحشد كبير من المؤمنين وشدد البطريارك بتسبالة في عظته على أن كل رسالة جديدة هي خدمة وكل لقب في الكنيسة له دوره ومسؤولياته وبالتالي فإن رفعه إلى المرتبة الكاردنالية ليست بخطوة جديدة نحو الأعلى بل للسير نحو العمق وبعد مراسم الترقية تقبل الكاردنال بتسبالة في ردهة القصر الرسول التهنئة من الوفود الرسمية والكنسية والشعبية التي حضرت احتفالية تنصيبه عقدت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالتعاون مع مجلس رؤساء الكنيس في الأردن لقاء حواريا توعويا في قاعة كاتدرائية دخول السيد إلى الهيكل الصوفية مع مجموعة من الآباء الكهنة وعدد من أعضاء الجمعيات والمؤسسات الكنسية ويهدف اللقاء الذي جاء تحت عنوان مكافحة الفساد ومعايير النزاهة الوطنية إلى نشر رسالة الهيئة التوعوية من خلال كهنة الرعاية في محافظات المملكة وتعزيز القيم والأخلاقيات في نبذ كافة أشكال الفساد باعتبارها سلوكيات غير سوية يعاقب عليها القانون كما يهدف اللقاء إلى تنشئة جيل واعن بخطر الفساد والمفسدين والذي يحول دون تحقيق التنمية على كافة الصعود قدم الجلسة الحوارية كل من السيد محمد صوالحة مدير الوحدة الفنية والسيدة أطلال محافظة رئيسة قسم التوعية في الهيئة شارك مكتب التعليم المسيحي للاتين في الأردن وفلسطين بمؤتمر الشرق الأوسط للتعليم المسيحي والذي عقد في مصر تحت عنوان خادم التعليم المسيحي على خطى العائلة المقدسة وقد مثل الأردن في المؤتمر الشماس عماد حجازين وعن فلسطين كل من عاد المغربي وأليس أنطون وميرا مارعجده كما شارك في المؤتمر ممثلون عن مصر ولبنان وسوريا والعراق والسودان والإمارات والكويت وعمان وخلال الجلسات قدم الوفدان الأردني والفلسطيني تقريرا مفصلا عن نشأة ورسالة التعليم المسيحي في الأردن والأرض المقدسة مستعرضين ألية التعليم في المدارس المسيحية في الأراضي المقدسة كما ألقوا الضوء في محاضراتهم على التحديات والصعوبات التي تواجه التعليم المسيحي في المنطقة افتتح مجلس كنائس الشرق الأوسط عيادة صحية جديدة في منطقة صيرات جنوب غزة ويقوم هذا المرفق الجديد بدور حيويا في توفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية للمقيمين في المناطق الوسطى والجنوبية من القطاع وخلال اليوم الأول من عمل العيادة تم معالجة أكثر من 400 مريضا تتراوح أعمارهم من حديث الولادة إلى كبار السن وقد أجريت للمبنى إصلاحات واسعة النطاق كما قام الموظفون بالتحويل الساحة إلى مركز صحي يعمل بكامل طاقته وخلال حفل الافتتاح قام الأطباء والممرضون والموظفون الإداريون بتنظيف العيادة وتجهيزها وسيتم خلال الأيام القادمة إجراء المزيد من التحسينات الهيكلية بما في ذلك تقسيم أماكن رعاية المرضى وإنشاء مناطق مخصصة للإمدادات الطبية في حلقة بعنوان عيد رفع الصليب الكريم استضف برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأب نبي الحداد على فضائية نورسات الأب عماد توال من كهنة البطرياركية اللاتينية للحديث عن هذا العيد المقدس حيث دار الحوار حول ما يعني الاحتفال بهذا العيد وهل حرق الصليب مفهوم صحيح أم خاطئ وللإجابة على مجمل هذه الأسئلة كان الحوار التالي مع الأب طوال فهيا بنا قبل ما نحكي عن معاني الصليب وأهميته والتي تفضلت فيها يعني بلخص كل روحانية الصليب علينا أن نطرح سؤال نرجع للتاريخ لماذا الصليب؟ وهذا كثير مهم يعني هون علينا نرجع للتاريخ في فترة تجسد السيد المسيح وأخذ الصورة البشرية كان الحكم في هذا الوقت كان تحت الاحتلال الروماني والاحتلال الروماني كان أداة العذاب وأداة القتل للمجرمين كان الصليب فكان الرومان لما يكونوا حكم حكم على مجرم كان يصلب كان يصلب مثل ما مر التاريخ مثلا في القرون الوسطى كانت المقصلة بعدين صار في عنا العدام بعدين صار في عنا المشنقة صار في عنا الكرس الكهربائي هلأ صار في الحبوب عزم المسيح كان الصليب رميا بالرصاص والآن الصليب في فترة الرومان كان أداة الاستهزاء والإجرام لأي مجرم يعني بسميه إجرام لأنه العمل هو إجرامي فهذه الفترة بعد قيامة السيد المسيح كمان شايف ندخل على معاني الصليب ندخل في الإطار التاريخي كان المسيحيين مضطهدين مضطهدين من اثنين مضطهدين من الرومان كحكم دولة وكانوا فكروهم بأنهم ينقلبوا عليهم لما أعلن المسيح ملك فكروا أنه يدملك ملك عسكري وكان فيه اضطهاد من اليهود اضطهاد قوي حتى ماربولوس استعد يروح لسوريا لكي يقتل المسيحيين ولكن فيه أشخاص من الفقراء ومن البسطة كانوا يؤمنوا بهذا الشخص شخص سيد المسيح والجميل في إيماننا المسيحي نحن نختلف عن كل الديانات الأخرى الديانات الأخرى تتبع كتاب أما نحن نتبع شخص وهو شخص المسيح وهم تشبهوا بهذا الشخص فمجموعة كبيرة اقتربت من هذه المدرسة الجديدة مدرسة سيد المسيح منهم يهود أصبحوا مسيحيين ومنهم وثن رومان أصبحوا مسيحيين الميزة بين اليهود والوثن أن الجماعتين من طبقتين مختلفات طبقة الأغذية من الرومان وطبقة الفقراء من اليهود ولكن التقوا حول الفخارستية القربان الأقدس ولكن كان بالخفية واحد الأشخاص من الطبقة الأرستقراطية اللي انجذبوا لتعاليم السيد المسيح وأحبت هذا الشخص هي القديسة هيلانة أم الإمبراطور قسطنطين فهي دخلت في هذا الخط ولكن أيضا بالخفية وتبعت السيد المسيح وحاولت تقنع ابنها أنه يسير من أتباع السيد المسيح فصار في النقل النوعية تاريخيا بمعاهدة تسمى معاهدة ميلانو معاهدة ميلانو سنة 313 الامبراطور قسطنطين أعلن أنه دين الدولة ليست الوطنية وإنما دين الدولة المسيحية وأداة العذاب وأداة القتل وأداة المجرمين أصبحت أداة خلاص وأصبح هو مسيحي وأصبح الدين المسيحي دين معلن وينتشر في التاريخ وهي من تأثرها بدت تبحث عن الأماكن اللي مر فيها السيد المسيح واللي عاش فيها السيد المسيح ومن هاي الأماكن حسب التاريخ بحكونا عن الجلجثة وهي خارج أسوار القدس فهي قالت أنه أكيد أنه السيد المسيح الخشب الصليب رمي في أحدى الجور والحفر الموجودات شارك الأب إبراهيم فلتس نائب حرس الأرض المقدسة جلسات المؤتمر الدولي للسلام الذي عقد مؤخرا في العاصمة الفرنسية بدعوة من منظمة سانت إيجيديو وأبرشية باريس وقد ناقش المؤتمر الذي عقد تحت عنوان تصور السلام بحضور ثلاثة ألاف شخصية هامة من مختلف بلدان العالم عددا من القضايا الناشئة في عصرنا كالسلام ونزع السلاح وأزمة البيئة والهجرة وغيرها من الموضوعات وخلال المؤتمر التقل أب فلتس الرئيس الفرنسي ماكرون حيث نقل له هموم الناس وأهلامهم في الأرض المقدسة مؤكدا لسيادته أن السلام لا يعني فقط إنهاء الحروب بل بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة بمبادرة نوعية هادفة قامت جمعية دار الشيوخ في بيت جالة بعقد لقاء سوعوي لأبناء المجتمع المحلي تم خلاله بحث عدد من المشاكل الاجتماعية والعلاقات الأسرية التي تواجهها العائلات في المجتمع المسيحي كالمصروفات الزائدة في مناسبات الأفراح والأتراح وغيرها المزيد في رسالة الأرض المقدسة جمعية دار الشيوخ في بيت جالة هي واحدة من الجمعيات المحلية التي تحظى بمكانة رفيعة على مستوى المحافظة وكحرصا منها على سلامة المجتمع عقدت مؤخرا لقاء توعويا بمبادرة من اللجنة النسائية وبمشاركة من الكنائس الثلاث الأرتدوكس والكاثوليك واللوثرية وحضور الأباء الأجلاء وعدد من أبناء المجتمع المحلي اجتمل نشاط الجمعية على لقاءات ومحاضرات تعود بالنفع على المجتمع ومستقبله ابتدأ اللقاء الذي كان بعرافة الأستاذة سيهام شهوان التي رحبت بدورها بالكهنة وعدد كبير من الحضور ومن ثم كلمة لرئيس الجمعية الأستاذ جورج الحدو مشيرا بكلمته لأهمية إقامة لقاءات توعوية فالجمعية تخدم المسنين صحيا في عنا مركز صحي في الجمعية في عيادة إسنان عيادة تغذية عيادة طب عام كذلك في الناحية الاجتماعية خدمة اجتماعية بيجوا على الجمعية بتسلوا في عنا تلفزيون في القاعة في دومة شطرانج شدة لعبة الطاولة بتسلوا فيها وبروحوا من الان كذلك منخدمهم في الندوات اللي منسويها الطبية والاجتماعية والثقافية بتصير ندوات كثيرة في قاعة الجمعية بيحضروها أعضاء الهيئة العامة كبار السن وبتثقفوا عن طريق هذه الندوات وكذلك اعنا بنهتم فيهم عن طريق الرحلات بيقوموا في رحلات كثيرة عدة داخلية طبعا داخلية لكن في من السنة هذه الـ 24 ما صار أي شيء بسبب الحرب اللي صارت اليوم عنا لقاء مميز وفريد من نوعه لأول مرة من فترات زمنية طويلة يتم لقاء الثلاث كنائس في مدينة بيت جالة تحت صقف واحد والهدف أهداف كثيرة منها أول شيء علاقة الأسرة مع الكنيسة المشاكل الأسرية دور الشباب في الكنيسة الهجرة اللي بتعاني منها مدينة بيت لحم ومحافظة بيت لحم اللي وصل لعدد فوق الأربعمائة عائلة تهاجر في فترات كثيرة جدا وهذا مستغرب جدا ونأمل أن يكون في اليوم الاستفادة كبيرة لأهلنا في بيت جالة واستخلاص العبار وتقديم مقترحات يمكن السير عليها وخصوصا الموضوع اللي أهم موضوع اللي هو العادات والتقاليد اللي أصبحت البحر جفية عالية جدا مصاريف تفوق الخيال وفي كلمات الأب بولوس العلام حذر من المشاكل الأسرية والعدات والتقاليد والأهم الحد من الصرف الزائد والمبالغ فيه في مناسبات الأفراح والأطراح وتحدث الأب حن سالم عن أهمية الشباب في الكنيسة ودورهم الديني والاجتماعي تلاه الأب يوسف الهودلي الذي تحدث عن الهجرة ومخاطرها كما ألقى القس فرسان الزعمت كلمته عن الكنيسة وأهمية العلاقات الأسرية مواضيع عديدة ترحت ونقشت من الأباء الأجلاء لامست جميعها القلوب سلوك يجب أن يتغير نحو الأفضل وخصوصا في ذل هذه الأوضاع السائدة في المنطقة والتقيدي بالعدات والتقاليد والحد من البذخ والمصاريف الزائدة في جميع المناسبات للنورسات مارلين الحدوى من جمعية الدار الشيوخ بيت جالا شارك القس الفلسطيني الدكتور فارس أبو فرحة من بيت ساحور في برنامج شبابي كنسي عقد في عاصمة جنوب إفريقيا بريتوريا ومدينة كيبتاون بحضور شبابي واسع وباهتمام روحي وإنساني مميز وقال القس أبو فرحة إن المشاركين عبروا عن شغفهم للوصول للعالم بمحبة المسيحة حيث أقيمت صلاة من أجل السلام في عالمنا المكسور موضحا بأن الجولة تضمنت خدمة عشر كنائس في المدينتين ولاقت اهتماما كبيرا من كنائس جنوب إفريقيا ودع المشاركون في المؤتمر إلى الاهتمام بالحضور المسيحي في الشرق الأوسط وكيفية تعزيزه والصلاة من أجل وقف الحروب وعودة السلام إلى الأرض المقدسة والمنطقة قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسم السمعان حلقة متميزة بعنوان مفاهيم ومعاني عيد رفع الصليب الكريم المحي حيث استضاف البرنامج في الستوديو الإيكونوميس الدكتور إبراهيم دبور راعي كنيسة دخول السيد إلى الهيكة اللصوفية الذي شرحه حسب الطقس الشرقي مفهوم ومعاني الصليب ودلالاته في العهدين القديم والجديد مبينا علاقة العيد في قدسية المذبح إذ أن دمى وجسد المسيح اختاره الله كرمز لمغفرة الخطايا بين المؤمنين فإلى هناك أبونا لماذا اختار الرب الصليب بظل هذا السؤال يتوارد إلى ذهن كل المؤمنين والجماعة المؤمنة وخاصة عند مشاهدتهم لعذبات السيد المسيح وألامه وسفك دمه بهذه الطريقة وأيضا كان الصليب رمز وعار لمن صلب بالزمنات أنه هذا رمز عار فحمل خطيانا وعلى هالرمز هذا اللي يعتبر بالزمنات عار ولكي يخلصنا فنقرب الفكرة لماذا الصليب الصليب هو له شقين الشق الأول أنه كان فاصل ما بين العهد القديم والجديد نعم والشق الثاني هو التجمع العالم كله لأنه له أربع أبعاد الشمال والجنوب والشرق والغرب والأربع خشبات بتمسك وبنط بعضهم البعض بمصمار الوسط اللي هو المسيح وبالتالي الصليب في العهد القديم كان إشارة عار إشارة منبوث بيقول منعون كل من علقه على خشبة بالتالي في مهمة نقطة مهمة جداً أنه المسيح ليش يختار الصليب واليهود ليش يختاروا الصليب نعم مهمة جداً جداً نعم لو سألنا مثلاً اليهود أنتوا ليش صلبتوا المسيح؟ ليش قتلتوا للمسيح؟ نعم شو السؤال؟ شو الجوال؟ نعم نادرة الناس بتعرفوا أنه والله أراد أنه يصير ملك أرضي عليهم وهو رفض واحد يصير ملك أرضي عليهم وأنا مش قابل هو مش قابل يعني ليش بدأ قتله؟ نعم آآ يعني ما إلها سبب نعم أنا مش هنأقتل شخص نعم معناته وجوده نعم بيهدد وجودي نعم وجوده بيهدد وجودي نعم لأنه يا أنا عايش على هاي الأرض يا هو نعم طول ما هو عايش على هاي الأرض أنا مهدد بالفناء نعم بالتالي اليهود اختاروا مش أنه يقتلوا بطعم أو يغدروا أو بسم أو بشنة أو بخنجر لا اختاروا الصليب بالذات لأنه بدهم ينهو رسالة المسيح والمسيح نفسه ومن بعده وتلميزه يعني حتى رسالة كلية ما حد يحكي فيها نعم لأنه الذي يمس مصلوب منعون يعتبر منعون ويعتبر نجس وحلال قتله نعم يعني يهدر دمه من يلمس المصلوب نعم بالتالي أي شخص يتعرف على المصلوب يهدر دمه نعم مشانيك الرسل ولكزا كلهم عربوا في الصليب نعم ليش اليهود أصروا على الصلب طلع زي أصلبوا أصلبوا رفعوا رفعوا لأنه وجود المسيح فناء للوجود القومي اليهودي نعم الرابنا مش تاجر أراضي يعطي أراضي لليهود نعم ولا سمصار أراضي يعطي هاي الأرض لليهود وهاي الأرض لغير اليهود الله أعطى الوعد لإبراهيم في غلاطي ثلاثة ستعاش يقول كل وضوح قيلت المواعيد في إبراهيم وفي نسله نعم لا يقول في الأنسال كأنه عن كثيرين بل في نسلك أي عن واحد الذي هو المسيح نعم معناته من هو يا يهود من هو أيها الصهيونية المسيحية العالمية نعم من هو من هو نسل إبراهيم نعم هل هو شعب إبراهيم هل هو أولاد إبراهيم أم شخص المسيح بحسب بولوص الرسول مش بحسبي أنا نعم وبالتالي إذا المواعيد كون قيلت لا إبراهيم هو في نسله ونسل إبراهيم هو المسيح هو المسيح معناته وعد إبراهيم الله لإبراهيم قد تم بمجيء المسيح وأن يسوع هو المسيح وهو مخلص كل الأمم لأنه هو مشتهى الأمم كما يقول كتاب المقدس نعم إذا كانت كل النبوءات العهد القديم تحققت في يسوع المسيح وعدة مرات يسوع المسيح قال أجي لأنقذ وإنما لأكمل فإذا الشعب اليهودي المؤمن بالعهد القديم وكل النبوءات اللي جاءت بيسوع عن ميلاده وحياته وصلبه حتى وموته وقيامته كل ياته تحققت يعني وإحنا من راجع الكتب من قول قديم كما رفعت موسى الحية في البري هكذا يرفع عندنا الإنسان وكثير من يسوع المسيح كان يجيب هذه الرموز وإحنا أيضا عند دراستنا للكتاب المقدس كل هذه الأيات تحققت فمن هم الشعب اليهودي اللي طلب صلب المسيح هل هو الشعب اليهودي المؤمن بالعهد القديم أمم الشعب تاني أبونا الشعب اليهودي ع أيام المسيح كان في عدة فئات في الصدقيين في الفرسيين في الهيروديين في الغيوريين لكن بشكل عام بشكل عام اليهود نتيجة الضغط الاستعماري عليهم من الرومان والأمم كانوا يتقون إلى إقامة دولة لإلهم نعم وتغير مفهومهم عن المسية من إنسان مخلص العالم من الخطايا لإعادة الإنسان إلى الملكوت السماوي إلى ملك أرضي بدي يحقق لهم دولة يعيشوا فيها بسلام إذا هن النقدوا عهدهم القديم نعم بالتالي بالتالي اليهود بتلعزي غمال إيل وقيافة ودول خير أن يموت واحدا من أن تموت الأمة كلها يعني أحسن موت المسيح بنخلص منه من أن تموت الأمة لأنه إذا نجح المسيح زي ما حكينا أنه أثبت المسيح أنه هو يسوع المسيح إذا أثبت يسوع الإنسان الذي من الناصرة الذي عاش في بناتنا وأنه ولد في الناصرة وعاش في الأدس وعمل عجائب إذا أثبت أنه هو المسيح هو ابن البشر هو ابن الإنسان نعم إذا أثبت أنه هو المسيح معناته ما عاد وجود للقومية اليهودية لشانيك وجود المسيح والمسيحية هو أكبر خطر على القومية والوجود اليهودي ليس كدين وإنما كقومية لأنه نحن نؤمن أن أولاد إبراهيم هم المسيحيين وليس اليهود ليش لأن استمرارية العاد هو في المسيح يسوع في المسيح يسوع وليس في الشعب اليهودي وليس في الشعب اليهودي الشعب اليهودي الآن هم يتخبطون إلى هنا مشاهدين وصلنا إلى نهاية نشرتنا وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها البابا فرنسيس يستقبل أعضاء الحركة الدولية للطلاب الكاثوليك ويذكرهم بالسينودوس جلالة الملك يؤكد في اتصال مع ميقات وقوف الأردن المطلق مع لبنان وفد أردني وفلسطيني يشارك بمؤتمر الشرق الأوسط للتعليم المسيحي في مصر للمزيد من التفاصيل زروا موقعنا الإلكتروني نورسادجو.org طابت أوقاتكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر